بسم الله الرحمن الرحيم والصلاة والسلام ورحمة العالمين دعاء عظيم جدا يقال في شدة الحر وشدة البرد ليعلموا أكثر الناس لو أنك قلت هو مرة واحدة يحرم الله به تعالى النار أو يحرم الله سبحانه وتعالى النار عليك بل يتكلموا من أجلك ويشهدوا النار على ذلك يعني دعاء عظيم جدا انظروا لهذا الحديث العظيم له شواهد في السنة قوية جاء عن الرسول صلى الله عليه وسلم منه قال إنه إذا كان يوم حر شديد ألقى الله تعالى سمعه وبصره إلى أهل الأرض فما من عبد يقول لا إله إلا الله ما أشد بردي هذا اليوم أو ما أشد حري هذا اليوم فيقول الله سبحانه وتعالى يا نار إن عدا لي استجارة بي منك أو استجارة بي من حرك أو استجارة بي من زمهريرك وبردك وشهدك يا نار أني قد أجرته وشهدك يا نار أني قد أجرته طب ليه لأن ربنا سبحانه وتعالى أرسل علينا الحر والبرد للابتلاء والاعتبار والاختبار والتفكر شوف الحديث العظيم ده الرسول صلى الله عليه وسلم يقول في الحديث اشتكت النار إلى رب العميس سبحانه وتعالى أو إلى ربيها فقالت يا رب أكل بعضي بعضا فأدن لها بزفرة في الشتاء وزفرة في الصيف وهذاك ما تجدونه من حر السيف وبرد الشتاء وعرفين يعني الزفرة؟ كلمة زفرة جاء من زفير يعني النار النار في الصيف لها زفرة واحدة الزفرة دي بتنفس عن النار بتطلع المكنون الزيائد عنها فيصل إلى الأرض وبرد منه الحر الشديد اللي سن Cowanine منه كل وكرة أرضية يتعاني منه وفي الب特 вал الشديد أيضا في الشتاء يعني الشتاء الجهنم فيها تعذيب بالزمهارير فيها تعذيب بالزمهارير ففي الشتاء برضو لها زفرة واحدة الزفرة دي هي كل ما نلقيه من برد الشديد في ألحق الكرة الأرضية كلها نشوف بلد زي كندا درجة الحرارة فيها تصل إلى خمسين تحت الصفر خمسين تحت الصفر فكل ده من زفرة واحدة بس من زفرة الجهنم يبقى تخيل بقى اللي هيخش الجهنم واللي عوز بالله شوف الجهنم فين واحدة فين شوفوا جهنم فين واحدة فين زفرة واحدة بس في الصيف وزفرة واحدة في الشتاء ويؤكد ذلك الحجيسي قوي أن الله صلى الله عليه وسلم قال في الصيف إن الحرة من قيح جهنم وحديثنا صحيح إن الحرة من قيح جهنم فأبريدوا لصلاة الظهر في الحر أبريدوا لصلاة الظهري في الحر فإن الحرة من قيح جهنم الحرة اللي يحب نعانيه في الصيف من قيح جهنم فأقول لك لما يكون في صلاة الظهر في الحر في عشرة الحر أخروا الإقامة شوية عشان الناس تطلع بعد الصوت بعد الأزامة شوية تكون الشمس مالج شوية وفي الشتاء أيضا يعني القرآن يشهد في ذلك ربنا بسحالة عقول وقالوا لا تنفروا في الحر قل نار جهنم أشدوا حرا لو كانوا وفقهم فليتحقوا قليلا ولاكوا كثيرا جزاء بما كانوا يكسبوه فما أرسل الله علينا سبحانه وتعالى البرد والحر إلا نتذكر ونعتبر زي لما يكون برد جديد زي الأيام اللي حتى فيها يعني ما زال البرد حتى الآن ربنا عمي سبحانه وتعالى بيلقي سمعه وبصره إلى أهل الأرض حتى نرى أين المعتبرين أين المتعزين أين الذين يتفكرون في يوم القيامة وفي النار وفي العذاب وفي الزمهارير وفي حر النار فالناس اللي تتفكر وبرد الشديد أو الحر الشديد بيفكرها أو ما يحس ببرد الشديد بيفتكر أن هذه زفرة من زفرة الجهنم يقول هعمل يوم الإيامة هعمل يوم الإيامة لما الشمس تدنوا منقوص العباد تبقى على بعض ميل واحد والناس تنصهر ويسيخوا عرقوها تحت الأرض سبعين زراعا هعمل يوم إيامة لو لقدر الله دقلت النار إذا كانت بلد زي كالة ده درجة حرفية تبقى خمسين تحت الصف لو واحد وقف دقيقتين ثلاثة في الشارع الأذن بتسقط على الأرض الأنف بتتجمد وتسقط على الأرض من شدة البرد وما بلق زمريل الجهنم عمل إزاي ودي زفرة واحدة من زفرات الجهنم ويشوفوا أنظروا هي إلى مدى بعد جهنم عن الأرض فلذلك الاعتبار بالحر والبرد سنة عظيمة جدا يعني شيء يدل على أنك صاحب لب صاحب عقل فلما تحس بالبرد الشديد والحرد الشديد كل هذا الدعاء العظيم لا إله إلا الله لأنه رب رسو حانه وتعالى عايز بيضقي سماء وبصر والأهل للأرض عشوف من الناس أين المعتبرين أين المتعظين هل أنت هتعتبر وتتعز وتقول الدعاء ده وليس هتقوله ولما يجي شوفوا الحر السديد أو البرد الشديد قول قل لا إله إلا الله ما أشد بردي هذا اليوم اللهم أجرني من بردي وزمهريل الجهنم يبرا برسو حانه وتعالى يتكلم يتكلم من أجلك ويقول لجهنم يا جهنم أو يا نار إن عبداللي استجارة بي من زمهريلك وبردك أشهدك يا نار أني قد أجرته فتحارم عليك النار يبقى يشوفوا دعاء بسيط زي ده يكون سببا في تحريم عليك النار أو دعاء سواء كان في الصف أو الشتاء يبقى دائما دائما خلي الدعاء ده قدام عينيك كلما أحسست ببرد شديد تذكره كلما أحسست بحر شديد تذكره هل أكتبوا لكم الحديث لحتى هذا الفيديو ننسخوه نشروه ونشره هذا العلم في طواب العظيم العلم علما في اللي أجرى عاملة بيها من القيامة لا أقل ذلك من قريب شايتون شوش تبعي الجرس واشتراك في قناة لأسركم كل جديد وساعدون عرش السنة تروية قول قول هذا استغفر الله جيولي